صباح الخير او مساء الخير موليد برج الحوت وتعالوا نبدأ القراءة وان شاء الله بإذن الله تكون قراءة موفقة بإذن الله ان شاء الله برج الحوت طاقتك العطفية انت عندك في الطاقة العامة والموت والفايف افوند ممكن يكون انت في علاقة عاطفية حاليا ولكن في شوية مشاكل مع الحبيب لكنك بتحبه يعني انت بتحبه كل حاجة بس في شوية خناعات ومشاكل ضرب في الظهر شوية كلام يوجع يعني حوارات كده زي ما بيحدث يعني في العلاقات العاطفية طيب احنا عندنا مشاعر الحبيب وشايفك ازاي وكمان شايف العلاقة ازاي ناوي او جواه نوياء ايه عايز يامل معاك ايه واللي هيصدره لك او الفعل اللي هيصدره لك في خلال الشهر دول مشاعر الحبيب ليك ايه برج الحوت الفايف اف ساردوس الحبيب زعلان منك شوية او حاسس بطاقة الهزيمة شوية برضو وشاعر بانك تعبه انت تعبه نفسيا على فكرة اه هو بيحبك جدا جدا ده يعني حد حد شريك ومش ناوي يخدعك ولا اي حاجة لكن شاعر بان انت بتلعبه ممكن تكون يا برج الحوت في الاوقات دي بتلعب الشريك يعني بتوديش مال وتجيبه يمين شوية وعن انت اللعفه بعد جيت نزله تحت اه في الاوقات دي هو شاعر بانك اه بتلعب معاه لعب عقلية شوية يعني اه مثلا يبعط لك رسالة تشوفها ما تردش او بتقصد ان انت مثلا تعمل نفسك مش واخد بالك منه بتطنيشه الايام دي فهو مشاعره دلوقتي حاسس بانه تعبان منك وهم هو يعني لو انتو مش بتتكلمه مش انفصال على فكرة انا مش شعر ان هو انفصال يعني اه قوي ولكن ممكن يكون بس زعل اه انت قاطع معاه ومديله خلص اللي هو التطنيشة يعني انت مطنيشه او مثلا اه اتكلم اهلا وسهلا ما اتكلمتش مش هسأل مش هسأل عليك تاني مش انا اللي هقدم اه السابت خالص عشان نلاقي الحد ولا الكلام ده ودي طاقة غريبة طبعا على برج الحوت يعني برج الحوت انه يعمل كده دي طاقة غريبة شوية طيب اه هو دلوقتي حاسس بان اه كان في طاقة الفرق فوند طاقة الفرح والانبساط والبهجة ودلوقتي شاعر بانك بتلعب عليه او مخب حالة او مثلا بتعمل اه او فجأة تغيرت انت فجأة تغيرت بقيت شخص تاني يعني الشخص الجميل اللي كان هو متصور وبقى حد جميل ولزيز وكده لا 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 بقيت شخص تاني خالص طيب ليه كده يا برج الحوت طيب انت ممكن تكون زعلان منه مسلا او حاجة زي كده او انت قاصد ان انت قاصد ان انت توصله كده يعني قاصد ان انت توصله الصورة دي طيب انت عندك نزل لك زتاور كارت زتاور ده زعلان منك قوي قوي لو انت بتفكر في حد فهو زعلان منك قوي شوف بقى انت عملت مع ايه بس ما اعتقدش ان انت عملت حاجة بحشة فيه برج الحوت انت ممكن تكون بتردله حاجة اعني مسلا زعلك فانت قلت له طب خلاص بقى خد بقى من افعالك هو شايفك ايه ده شايفك العشر كوبات هو ممكن يكون شايفك ان انت مبسوط في حياتك وسعيد اه شايفك ان انت قفلت معاه ورحت بقى حتة تانية شايفك ممكن يكون شايفك انك اتجاوزت مسلا او تديد علاقة جديدة مسلا انت قطعت معايا برج الحوت انت قطعت مع هذا الشخص ورحت العلاقة تانية او او منتظر علاقة تانية في كل الاحوال ممكن تكون مروحتش العلاقة ولا حاجة لكن اه قفلت الموضوع وعايش حياتك بقى دلوقتي وهو شايفك ان انت مبسوط جدا لو انت في علاقة زواج وقطعت مع هذا شخص ممكن يكون طرف تالت انا شايف فيه طرف تالت شايف فيه طرف تالت من عنده كمان او من عندك ممكن يكون انت الاتنين عندك طرف تالت لكن في كل الاحوال هو شايفك ان انت قفلت القصة وعيشت حياتك اه لوحدك ومش عايز من هذا الشخص اي حاجة مش عايز حتى منه اه لا سلام ولا كلام ولا عايز اي حاجة دفلت القصة تماما. ممكن تكون عملت له بلوكة كمان. وقولت له ما تكلمنيش تاني وملكش علاقة بايه. انت عملت لهذا الشخص آآ بلوك آآ من عالفيس مسلا. هو مش عارف عنك اي حاجة. آآ لو انت عملت له بلوك ومشيت تماما واخست طريقا غير الطريق. فهذا الشخص شاكك بمليون في المية ان انت في علاقة. حتى لو انت مش في علاقة. فهو عنده اعتقاد بان انت دخلت في علاقة جديدة. تزوجت خطبت. آآ لو انت بنتك جوزتي او تعرفتي على حد جديد لانك قفلتي خالص منه. ممكن تكون انت آآ يعني قفلتي آآ يعني قفلتي خلاص قفلتي العلاقة لكن مدخلتيش في علاقة جديدة ولكنه شايف وشاعر بكده. شاعر بان انت آآ دخلتي الى علاقة جديدة. فهو شايفك في العشر كبيات. ياس. سريف بانتكلز. هي طلعت لك كمان هي. او طلعت لكم كمان بكلم دايما على انه انسة اللي بيت اسمعني. آآ هو شايف ان في طرف تالت او انت روحتي آآ او انت كمان روحت لحد تالت خلاص قفلته الموضوع كله وروحت لحد تاني. طب هو هو شايف العلاقة ازاي? شايف العلاقة هو هي اما شايف ان العلاقة آآ بوزت مسلا او انه شايف العلاقة فقدت الشغف بتاعها مسلا. هو بصراحة يعني شايف العلاقة انها مسالية. مسالية وكانت جميلة. وكان فيها شغف آآ وكان فيها حاجات حلوة كتير جدا. بالزبط هو شايف شايفك ان انت كنت بوشين بصراحة بقى برج الحود. هذا الشخص. حتى تقبل بقى مني الكلام اهلا وسهلا. شايفك ان انت كنت بوشين معا. وش الجميل السمح بتاع انا شخص طيوب والجرحت كتير في الماضي والوش التاني انك بتهرب. انت هربت من هذا الشخص. يا اما هربت منه يا اما قفلت الباب مرة واحدة. يعني انت كنت مسلا منييمه في العسل كده او انك اخذت قرار الرحيل مرة واحدة. حتى مدتلوش انذار. ممكن تكون سبرت عليه كتير. آآ وفجأة روحت انسحبت من حياة هذا الشخص عملت له بلوك من كل حتة شاشوفك تاني في حياتي. فهو شايفك ان العلاقة كانت حلوة جدا. بس انت مشيت. هو عايز يعرف انت مشيت ليه. ممكن يكون هو كان بيعمل حاجات مش لطيفة. آآ او انت كنت شاكك في هذا الشخص. شاكك فيه. شاكك في تصرفاته. مسلا كان بيعمل حاجات مش لطيفة معك او كده. لذلك انت اخذت ديلك في سنانك. وقلت ايه? ايه فكيك. ومشيت وسبت له الجمل بمحمل. هو شايفك ان انت كانت العلاقة جميلة. كان شايفها يعني فيها حب وفيها اكتفاء واكتمال كل حاجة. لكن انت اخذت القرار آآ بالرحيل ومشيت. فهو شاكك ان انت مشيت لحد تلك. بامانة يعني. آآ طيب هو نيته ايه من داخله? هو تعبان جدا يا برج الحود جدا هذا الشخص. يعني ممكن يكون قاكم بيعملك معاملة مسلا انت شايفها مش سليمة او كده. آآ لكن هو في طاقة اما بيجي نام بيعايز يسأل نفسه مليون سؤال. آآ ليه مشي? يا نهر ابيض يا برج الحود. طلالة حد ماشي اهو. بيفضل يفكر طول الليل. شيت ليه? ايه 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 بولي برج الحود عمل معي كده? ليه صدني? ليه فجأة قفل اللي بواف وشي وكأني آآ انا ما عملتش حاجة. هو بيسأل نفسه كده? انا عملت ايه? عشان برج الحود يعمل معي كده. ليه يمشي ويسيبني ويسيبي العلاقة? فده تعبان جدا. انت عمل له خرم في دماغه. وعايز يكلمك ولكنه خايف. خايف منك على فكرة جدا. او خايف من الرفض. وخايف ان انت ترفضه وهو عنده كرامة عالية جدا هذا الشخص. فخلي بالك بقى لانه بيفكر كتير قوي. وهو برضو بيدور عليك على سوشيال ميديا وما بيشوفش حاجة. يعني هو كمان مش عارف ان ترتبط ولا لا بسوى شايتك جدا ان انت رحت لعلاقة تانية. ممكن تكون انت كنت تنفاهمه مسلا انت مش هترتبط مسلا يعني او انت كنت بتحبه قوي وعمري ما يشوف حد غيرك وبعدين مش هكتب. هو برج الحود. اه مش كده. برج الحود مش كده. برج الحود بالفعل لما بيحس حاجة بيقلة. فانا لما حس مسلا مسلا ده لو انا برج الحود مسلا او حد برج الحود ما بيحس ان هو حب حد يقوله انا بحبك. بس ممكن بكرا كراهك. مش 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 تغيير. لكنه اه الظروف. الظروف اكبرتني ان انا اكرهك. انت عملت واحد اتنين تلاتة لازم اكرهك. طيب. بس برج الحود ما بيكرهش يعني لمعنواتكم. اه هو عايز يعمل معك ايه? اه في حقيقة الامر هو عايز يتكلم معك وعايز يجي يفهم اه عايز يجي يفهم ويحط النقط على الحروف زي ما بيقوله. انت مشيت ليه? او انت دخلت العلاقة من الاول ليه لما انت هتمشي? طب وا 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 وكزا وكزا. وبعد كده هو ممكن يقفل العلاقة من عنده. اه ممكن على فكرة وهنا شكة فيه. اه ان الشخص ده يكون عايز يرد كرامته مسلا في نقطة اللي انت قفلت العلاقة خلينا نشوف كده. لو هو هيرجع يتكلم معك. انه احتمال فعلا يرجع يتكلم معك. ولو انت عمل له بلوك اه ممكن يعني يفضل منتظر انك تفك البلوك. خلينا نشوف طيب هو راجع عايز ايه? لا ده هو عايز اه ممكن تكون العلاقة دي مش علاقة حب. يعني ممكن تكون علاقة مسلا او حاجة. وانت زهقت من هذا الشخص ومشيت. هو الحقيقة هو عايز يفهم انت مشيت ليه بس هو انت زهقت اعتقد. اختار بستنى يا برج الحوض ما نشوف لك انت مشيت لايه? انت مشيت فعلا عشان روحت علاقة جديدة او ولا مشيت يعني عايز توصله درس مسلا. الويل فرشة. انت انت زهقت منه ولا ايه? ممكن تكون انت قفلت هذه العلاقة لانك مش شاعر فيها اه صح كده. عيب بقى عيب يا جماعة انا كنت شكف كده. بص يا برج الحوض انت قفلت هذه العلاقة اه هي كانت عجبك في الاول. يعني شخص ده كان عجبك في الاول. وكان عجبك الشخصية بتاعته ودخوله في حياتك. وكنت عندك امل ان الشخص ده يكون مسلا غير الباقي مسلا. يعني اه دخل حياتك اه طب ما اجرب المشكلة. وبعدين فجأة حسيت بانه اه مسلا يعني هيبقى زي اللي فاته. هيبقوا زي الناس اللي فاته. اللي هو لأ ده هيجرحني. ده هيديني بقى مقلب زي اللي قبله. عمل حركات ممكن تكون شبه حركات حد من الماضي. اه مسلا زي ما قلتلك اتباعات الورسالة ما يردش. اه يجيب بالشهور. اه تقوله لو سمحت مسلا انا بتدايق من انك بتعملي سينة على المساجياتي يروح عامل كده. وانت تقريبا ما بقاش عندك طاقة تحمل. فقفلت العلاقة وتكهلت على الله. فانت ظاهرك الفافة انت ندمان على انك دخلت اصلا للعلاقة دي. وبرج الحوت لما بيندم على حاجة بيصلحها بسرعة من اكتر الابراج اللي بتصلح الامور بسرعة جدا. لانه محبش يعيش في الخسارة. بصراحة شابوه برج الحوت. انه ما بحس ان الطرف اللي قدامه هيظلمه. يروح قالب الترابيزة وماشي. فانت تقريبا انت انت مش انت مش رحتش علاقة جديدة ولا حاجة. انت بتدور على علاقة جديدة. بتدور على حد تاني. اه حد في بقى في بقى المواصفات اللي انت عايزها. فهو احتمال يجي كلمك او هيفضل يرقبك شوية وبعد كده هيجي كلمك. بس مش هيكلمك كلام حب. هو بس عايز يفهم ايه اللي حصل. على الاموم لو انت بتسأل هو عامل ايه? هو ده هو يعني دلوقتي في عزه يعني. وحياته جميلة جدا. ووصل لاعلى المراتب في شغله مسلا. وكل حياته جميلة وقعد لوحده. لو انت شكك ان هو ارتبط الحاجة. لا هو قعد لوحده بياخد قرارات في حياته. طب احنا عايزين نعرف برضو الشخص ده اه بيحبك ولا هو مجرد فقط لو تعبك مسلا. ممكن تكون انت احترت معاه فمشيت. هلانشوف لكده الشخص ده بيحبك ولا فقط معجب بيك. اه كينجوفوند الشخص ده يا سي دي اه شك ان هو يعني لا هو مش بيحبك بصراحة امانة. اه هو مش بيحبك. اه بس هو بيشعر معاك اه بالحاجات اللي هو نفسوحي السهل. يعني هي اكثر بالاكثر صدقة. بالاكثر. وهو مش عايز يخسرك. تمام? او هو عايزك معاه مسلا لغاية حواله بتتعدل مسلا. مسلا يعني. هو مش جاهز الحب عموما. هو عنده مشاكل كتير جدا في في حياته. مش جاهز ان هو يخش في اي علاقات ارتباط خالص دلوقتي. بس هو عايزك معاه. ممكن يكون شاعر معك بالطمأنينة بيحب وجودك مسلا. لكنه كعلاقة حبه كده. لا لا مش شاعر باي علاقة حب خالص. هو بس مداي من تصرفاتك. اوه الزار كده يا برجل حوت فعلا انت مشيت وسبته لما لقيته مش ناوي على ارتباط. فخلعت. قلت له بقى خلاص شكرا. انت زي ما قلتلك دخلت العلاقة على انها علاقة حب. او هو دك ايحاء في الاول انه بيحبك. لكن اكتشفت عكس ده تماما يعني. طيب اه خلينا شوف لك كده برضو برجل حوت عشان ما سبكش برضو غرقان كده. خلينا شوف لك. اه في حد جاي لك كده ولا حاجة جديد? اه مش من الماضي. خلينا شوف حد جاي لك جديد.